من يحكم البلاد اليوم هم شيعة علي؟ يعني هذا صعب الكلام كيف؟ كيف صعب؟ اليوم لا يوجد أحد يمثل علي بن أبي طالب في السلطة علي بن أبي طالب ما سوى أولا علي بن أبي طالب ما قال أنا حاكم شيعي طرح نفسه حاكم مسلم هذا واحد اثنين قواعد العدالة اللي حكم بموجبه قواعد الإصلاح اللي حكم بموجبه اليوم صعب أن نقول إن من يحكم هم امتداد لعلي بن أبي طالب هذا ظلم وتجني على الإمام علي هكذا هم يقدمون أنفسهم هم يقدم نفسه ما يشاء لكن أي واحد مراقب يلمس الفارق بين تلك التجربة وهذه التجربة بين شخص الإمام علي وشخص اليوم يعني هذه قصة يمكن أي مواطن يلحظها بوضوح ترجمة نانسي قنقر